صحوات أمريكية بنسخة سورية تؤيد واشنطن تكرار تجربة العراق واستنساخها في سوريا لأهداف ليست في مصلحة قضية سوريين نهاية الأمر خمسة وستون ألف مقاتل من فصائل محسوبة على الثورة السورية تسعى واشنطن لتدريبهم في المنطقة الحدودية مع العراق ابتداء من قاعدة التنفي العسكرية على المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن الأهداف المعلنة كما تبين التسريبات هي التصدي للنفوذ الإيراني في سوريا وقطع الطرق البرية بين دمشق وبغداد علما أن هذه الطرق كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة قبل أن يسيطر عليها نظام الأسد بدعم روسي إيراني وصمت أمريكي وصل حد التواطئ كما أكدت مصادر من الجيش الحر القوات التي ستدربها واشنطن هي فصائل عشائرية تشبه من حيث الشكل الميليشيات الكردية أما من حيث المضمون تختلف عنها تماما فهي قوى يراد لها أن تكون بلا قرار سياسي تقاتل دون ثمن ولا ضمانات وينتهي وجودها بانتهاء دورها الوظيفي خلافا للميليشيات الكردية المدعومة أمريكيا بغية تحقيق هدفها الانفصالي محاولة تحويل فصائل الثورة إلى صحوات تستخدم عند الطلب ليست جديدة على واشنطن إذ سبق لها أن خنقت فصائل المعارضة في الجنوب وأجبرتها على الاستسلام للأسد كما أن برامج دعمها للمعارضة في عهد إدارة أوباما كانت مشروطة بقتال تنظيم الدولة فقط دون أن تسمح بقتال نظام الأسد في السنة الثانية من عمر إدارة ترامب أوقفت واشنطن برنامج دعم المعارضة بشكل كلي ما أدى إلى انتشار واسع للميليشيات الإيرانية من هذه المعطيات والوقائع يذهب مراقبون إلى أن هدف واشنطن من دعم فصائل عربية كانت محسوبة على الثورة يتلخص في رغبتها بمنع تركيا من حجد تلك القوات لمقاتلة الميليشيات الكردية شرقي الفرات واستخدامها كمخلب قط لمناوشة إيران وليس لإنهاء وجودها في سوريا ترجمة نانسي قنقر